السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة عشر أيار مايو وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة من صباح يوم الغد السبت بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود فيها هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر الآن موجود في جوزاء معناته خلال هذا اليوم نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي وبرضو هاي فترة جيدة للتكنولوجيا وللسيارات للأمور اللي تتعلق بالاتصالات والمواصلات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين سحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة خمسة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن وحتى ساعات العصر من واجه مصاعب عراقيلة بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة واثناشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريباً وبتستمر لما بعد منتصف الليل بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أو تعب أو مرض في هاي الأعضاء ما نتردد من مراجعة الطبيب الأعضاء هي الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية لغير الأعضاء اللي ذكرناها مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزلت الشعر الزائد بالليزر ولكن اللي ما عنده مشكلة بالكثافة الشعر بالطرق التخليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار السلبي القادم رح يبدأ الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة يعني فجر أو صباح يوم السبت بتوقيت جرينيج رح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين الآن الساعة أربعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بنبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة 17% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 11 خمسة منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 5% ولكن ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس إلى 25% في ساعات المساء سعيد بنسبة 5% عطارد في الحمل حتى يوم 15 خمسة ساعات بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات حاولوا انكوا تفاوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن تجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان يكبدأك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز اليوم بالنشاط والحركة والفعالية أيضا وممكن تسمع جوابه بيعجبك أهم شي انك ما تبالغ أيضا بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية ولكن الاهتمام كامل هو خلال هذا اليوم رح يكون على المستوى الوضع المالي ممكن تخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك أو خبراتك أهم شي انك ما تجازف بعموالك أو باستقرار وضعك المالي بدون مغامرات مالية وتريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصاريفك واحذر من المنفقين والنصابين ورتب وضعك المالي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم انتو عنكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها تكثر المشاريع تختلط الواجبات كون جديا وموضوعيا في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك أو إنجاز الكثير برضو اليوم ممكن تسمع خبر كنت بتنتظره أو حتى ممكن تهتم بالأحبة أكثر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا لليوم الثاني والأخير بنال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر دائما لما بيكون في بيت المتاعب بيشير لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء لا تختلق أعذار وحاول لأنه ما تتهرب من المسئوليات المهمة أو المهمات حتى حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء اليوم وتعتبر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات إن كان اجتماعية أو حتى مناسبات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية ما برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم شيء أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشيء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هذه فترة مثمرة ومهمة جداً وبيكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز لهذا الأمر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد السبب أنك متسرع اليوم ما عندك قدرة على ضبط قدراتك أو طاقاتك الطاقة عالية جداً فهذا الشيء ممكن يخليك تثق بنفسك زيادة ولكن ما تقدر المخاطر لأنها أي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو مجموعة والنشاطات كلها رح تكون على مستوى الدراسة والامتحانات والفلسفة والتجارة أيضاً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم ولا تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام فاوض بهدوء ودبلوماسية وككون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطائك أو مواقفك الأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن يعني يعني ممكن تهتم ببعض المسائل الطارية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وتعتبر هذه فترة لأن القمر موجود مقابلك تماماً تعتبر فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهمي شنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر أو الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حذروا من التراجع الصحي وما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بالتراكم كن أكثر تنظيماً أحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً مالياً وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً تصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك لقاء طارق مع أحد الإخوة مع أحد الأحبة وأهم شيء أنك تقدم لهم الدعم المساعدة أو الدعم إن لزم الأمر فترة ناجحة ومطمنة وفيها كثير من الأخبار المفرحة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتنهمكم بمورئ لها صلة بالبيت والعائلة أهم مش إنهم ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نضموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول إنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو أعطال منزلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء